بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم هذا الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أي في أحد الأيام فقال هل عندكم شيء يؤكل قلنا لا قال فإني إذا صائم عليه الصلاة والسلام يدخل على أم المؤمنين إلى الضحاء ثم لما رغب في الأكل من يجد شيئا عليه الصلاة والسلام هكذا كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندهم شيء يؤكل يمضي عليهم الأيام المتوالية وما طعموا شيئا فقال إني إذا صائم مدى ما عندكم شيء يؤكل فأنو الصيام حتى يؤجر على صيامه عليه الصلاة والسلام ثم أتانا يوما آخر كان يتبقد بيوته عليه الصلاة والسلام بيوت مهات المؤمنين كان عليه الصلاة والسلام يقسم لتسع نسوة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإن الله خصه بذلك وكان أمضى أكثر حياته عليه الصلاة والسلام مع خديجة بنت خويلد أكبر منه بكثير اقتصر عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت لم يغضبها بجارة أو نسوة بل اقتصر عليها عليه الصلاة والسلام فلما ماتت رضي الله عنها وأرضاها تزوج عائشة وسودا سودا سودا قبل عائشة لكنه رتب أنه سيتزوج عائشة بعد سودا ثم تتابعت أمهات المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولم يكن هذا لقوة شاوة منه فالهو من أكمل جالب هذا لكن هدفه أن ينقلنا علمه وفقهه وأدباه إلى الناس رضي الله عنهن فكان عليه الصلاة والسلام عدد النساء وأخذ مجموعة من عدد من القبائل حتى من اليهود عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي بن أخطب سولى عليها أمه وخيرها فرغبت أن تكون زوجة لا أمه فتزوجها اعتقها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنه رضي الله عنها وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى مجموعة النساء يسألهن هل عندكم من شيء يؤكل وكل واحدة تعتذ يقول ما عندي شيء انظر إلى أكرم الخلق على الله جل وعلا زوى عنه الدنيا لينال الثاني اليوم اليوم الأول ما صام كأنه يسأل عرفه شيء قال قالت لا وقال إذن نستمر على عدم الأكل وينوي الصيام يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام فلما جاءها يوما آخر بادرت قالت أهدي إلينا حيسا ما صبرت حتى يسألها عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة رضي الله عنهم يتخيرون ويتحينون مروره ويوم عائشة حتى يهدون الهدية إليها حتى غارت أمهات المؤمنين قلن بعضهن لبعض حدايا الصحابة رضي الله عنهم كلهم تنصب إلى عائشة إذا مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في يومها أو في غير يومها أطعمته من هديتهم وتناطين على هذا وقلن لأم سلمه أنت أجرأهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي له يقول الصحابة لا يتحينون ويتحرون الهدية لعائشة يرسلون الهدية لأمهات المؤمنين كلهم أو مرة لهذه ومرة لهذه والرسول يمر على كل واحدة منهن في اليوم ويطعم ويطعم من ما أهدي لهن فقالت له فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام ثم قلن ماذا عملت قالت أقلت له ولم ينتبه لي ما أهتم لي وطلبنا منها الإعادة فأعادت فلم يهتم لهذا فقلن لها عيدي علي حتى يعيد عليك الجواب فأعادت الثالثة فقال لا تحرجيني أو لا تشغليني أو كما قال في موضوع عائشة موضوع عائشة يختلف عن كنا كل كن ما أتاني جبريل عليه السلام في لحاف سوى براش عائشة رضي الله عنها وكان يأتيه عليه الصلاة والسلام جبريل بالوحي وفي لحاف عائشة رضي الله عنها وكان يحبها حبا شديدا أكثر من بقية النساء ولم يمنعه ذلك من تعدد النساء فقد تدوج بعدما ماتت خديد رضي الله عنها تدوج سودة ثم تدوج بعدها عائشة وكانت صغيرة رضي الله عنها وتدوج أمهات المؤمنين كلهن بعد عائشة فلم يمنعه مودته ومحبته لعائشة ألا يتدوج عليها ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس الحيس التمر الموضوع معه الزبد أو السمن أو البقل أو شيء من هذا يزيد في حسنه فيأكله الناس حسنا ويسمى في اللغة العامية القشد القشد يعني يقشد مع التمر السمن أو الزيت أو الزبد غالبا الزبدة توضع مع التمر وتغلى وتحمى على النار فيكون لها طعم طيب أزين الذي وكانت من مواكيل الشتاء يختارها الناس في أيام الشتاء لأنها حارة ودافئة أهدي إلينا حيس فقال أرني أرني أين هو فأردت إياه فأخذ وأكل منه صلى الله عليه وسلم وأخبرها بأنه أصبح صائما لأنه ظن أن لا يجد عندهن شيء لكن لما وجد هذا الحيس أعجبه فأكل منه بأبي وأمه هو صلوات الله وسلامه عليه لأنه جائع ما أكل شيء كما السحر ولا سحور عليه الصلاة والسلام فأكل منه وأخبرها بالحكم الشرعي الذي نقلته أم المؤمنين لسائر الأمة من أولها إلى آخرها رضي الله عنها وأرضاها فرقد أصبحت صائما فأكل يعني سمر على صيامه ولا لا لا ما سمر أكل أصبحت صائما فأكل منه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه فوائد عظيمة للأمة قاطبة أولا قال إني إذن صائم أصب من الآن هذه فائدة عظيمة أن صيام النفل يصح من الظحى ما لم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر لأنه لا يصح أن يمطر بعد طلوع الشمس ثم يقول إني إذن صائم لا فما دام لم يجد طعاما قال إني إذن صائم كأنه من الآن صام وفي وفي اليوم الآخر أتاها ووجد عند هذا الحيس فأكل منه صلى الله عليه وسلم وأخبرها أنه أصبح صائما فلما فلما وجد هذا الحيس أفطر وأكل منه عليه الصلاة والسلام يشعل هذا منهن قدمت له مرة عسلا فأخذ منه شيئا يسير أكل من هذا العسل فعالمت بقية النسوة رضي الله عنهن من غيرتهن قلنا له قالت عائشة لحفصه لأنها بحكم قرابة الوالدين من بعضهم كانتا صديقتين عائشة وحفصة رضي الله عنهما عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر قالت عائشة لحفصة إن رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم عسلا عند فلانا فلو أننا ذكرنا له شيئا يكره لعله يتوقف عن أكل العسل من عندها ولكن إذا جاء وور عليك وقرب منك قولي له أكلت مغافير طعام له رائحة كريهة قال الله ما أكلت مغافير قلنا أكلت ماذا عندها قال أكلت عسلا شربت ملعقة عسل قليل من العسل فقلنا فقلنا النحل الذي شربت عسله أكل مغافير فتعدت الرائحة الكريهة من النحل إلى العسل وهذا الذي أكلته فقال إذن لا أذوق العسل عندها أبدا أدمن في هذه الرائحة تقول حفصة أردت أن أقول أكلت مغافير من حين دخل علي الباب جذالا لأمر عائشة لأن عائشة رضي الله عنها مطاعة عندهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فأردت أن أفاجئه من حين ما دخل مع أن ما شم شيء ولا شم شيء لكنها انتذارا لأمر عائشة لما قلت له ذلك ألبت ما أكلت مغافير ولا شيء من هذا وكان يكرى عليه الصلاة والسلام الكراهية الشديدة لو بات جائعا ما أكل شيئا له رائحة لأنه يناجي جبريل والملائكة تأتي عليه الصلاة والسلام فما يحب أن يشم منه إلا أطي بريح عليه الصلاة والسلام فلما فلما مر على عائشة قالت لو أكلت مغافير قال لا ما أكلت مغافير وإنما شربت عسلا عند بلانا قالت إذن أكل نحله المغافير نحله والذي أكله وطلع وضع حتب العسل فحرم على نفسه هذا العسل مع أنه كان يحب العسل عليه الصلاة والسلام لكن خشية أن تشم منه هذه الريحة التي صورتها أمهات المؤمنين ولما فيه إلا الخير عليه الصلاة والسلام فأنزل الله جل وعلا علي أيها النبي لما تحرم ونحل الله لك تبتقي مرضات أذوالك والله قوه الرحيم قد ورض الله لكم تحلة عمانكم والله أولاكم والعليم الحكيم إلى قوله إن تتوبا من هما عائشة وحفصة إلى الله وقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم والملائكة بعد ذلك ظهير فتحلل من هذه اليمين التي حلبها ألا يطعم العسل أو ألا يقرب مالية القلطية على خلاف بين العلماء رحمهم الله وحرم على نفسه شيئا حلالا خشية من النسوة رضي الله عنه فقال فقال صلى الله عليه وسلم لقد أصبحت صائما فأكل دليل على أن الصائم النفل أمير نفسه أمير نفسه إن أراد أتم الصيام وإن أراد أفطر في أثناء النهار ولا ضير عليه في هذا ولا في هذا لكن يحسن بالمسلم إذا صام أو أخرج شيئا للصدقة أو نحو ذلك أن يمضي ويتم صومه إلا من حاجة أو لازم أو تطيب خاطر فالنوافل منها ما يلزم المضي فيه لزوما حتما وإن كانت نافلة ومنها ما لا يلزم ما هي التي يلزم المضي فيها الحج والعمرة إذا أحرم بالحج وأحرم بالعمرة نفلا يجب عليها أن يتم هما ولا يجوز له تركهما بخلاف الصيام والصدق والصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة إذا طرى له أن يبطل ما دخل فيه ولا بأس مثلا كان يكون في المطاب فيرى واحد فيه تحت أربقة الحرم ويريد يقشان يبوت عليه ينصر من المطاب ما يحرج عليه يصلي مثلا فيأتيه آخر يريد أن يكلمه ويريد به شيئا أو يخاف أن يبوت عليه فينصر من صلاته ويخاطب هذا الرجل وهكذا إذا أخرج صدقه يريد أن يتطوع بإخراجها فصرف منها شيئا ووجد شيئا يناسب له أو يناسب لأهله فاشتراه بشيء من هذه الدراهم التي أخرجها صدقه لا مأسى عليه في هذا فالمتطوع بالصدق والمتطوع بالصيام والمتطوع بالصلاة والمتطوع بأي عمل من الأعمال له أن يرجع عن عمله ذلك ويترك بخلاف الحج فإذا أحرم بالحج وعليها أن يتم أحرم بالعمرة فعليها أن يتم وقد من هذا جهل بعض الناس إذا جاء إلى العمرة وجد المسجد الحرام وازدحم قال مثلا نخلي العمرة ثورة ثانية وعدل عن عمرته وقد أحرم هذا ما يجود له هذا دخل في النسك لازم يتمه أو يكون محصرا ممنوعا من الدخول إلى مكة فيتحلل إن كان قد اشترط بلا شيء وإن كان لم يشترط فيتحلل بعد ذبحه الهدي وأن من دخل بحج أو عمره يلزم واتمامه ولا يسوق له أن يقل أجل أتحلل اليوم وأجل جمعة الثانية ونح وذلك لا هذا لا يجوز أما الصيام فيجوز ثم على المرء أن ينظر إن كان استمراره في صيامه ما يؤثر على أحد فالاستمراره أفضل وإن كان استمراره في صيامه يضايق بعض الناس مثلا المضيف الذي دعاه يضايقه إذا وجده صائر ويحب أن يفطر عنده ويأكل من طعامه فيحسن أن يفطر والنبي صلى الله عليه وآله وجد هذا الحيس واشترى واشتهاب فأفضر به ليتقوى على طاعة الله قال قد أصبحت صائم فأكل رواه مسلم يعني أكل أفضر انتهى صيامه ما يسوغ أن نقول إنه استمر على صيامه وأكل لا فيوخذ من هذا أن الصائم أمير نفسه إذا كان صيامه نفلا أما إذا كان رمضان أو قضى رمضان أو كفارة يمين أو كفار الظهار أو غيرها من الأيام التي يجب عليها أن يتمها فهذا لا يسوغ له أن يفطر فيها إذا كان قضى رمضان مثلا ودعاه جاره للغدى بعد الظهر فله أن يستجيب ويحضر عنده لكن ما يأكل ما يفطر لأنه قضى رمضان يجب إتمامه بخلاف ماذا كان من أيام الست أو أيام البيض أو صوبنا فدعاه جاره فاستجاب لدعوته هو بالخيار إن شاء أفطر وأكل وإن شاء أمتنى وإذا كان أكله يدخل السرور على جاره ويرتاح لهذا فالفطر أولى حينئذ وإن كان الجار إذا شاف في البيت يسر يكفي ذلك أكل لما أكل فلا بأس أن يتم صوما قال الشارح رحمه الله مفردات الحديث فإني صائم يعني ما استقبلتم يومي هذا حيسا بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثنات التحتية ثم سين مهملة وهو طعام يصنع من التمر والأقط والسمن تخلط وتعجن أريني بفتح الحاء المهملة حيس حاء ليس الجيم ولا خاء دوله مهملة يعني غير منقوطة وسطون الياء المثنات الياء المثنات الياء يعني تحتها نقطتين بخلاف الباء الباء تحتها نقطة واحدة ثم سين مهملة مهملة لا نقط عليها ليست شين وإنما هي سين وهذا هو الحيس أريني أمر من الرؤية والنون للوقاية والياء بعدها ضمير المتكلم وهو المفعول الأول والمفعول الثاني ضمير الغائب أرينيه أرينيه هذه مفعول مفعول الأول أرينيه بعد ضمير المتكلم الياحقة المتكلم والمفعول الثاني ضمير الغائب أرينيه وهي الفاعل المخاطبة أرنيه الياها ذي المتكلم وهو المفعول الأول والها يمير الغائب المفعول الثاني أرني الحيث الذي عندك فارته إياه ما يؤخذ من الحديثين تسعة الحديث رقم خمسمائة وخمسة وأربعين رقم تسعة لا إذا التأسي على الحديث رقم نعم هذا إلى حد ثمانية هذا على الحديث الأول حديث حفصهم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيث الصيام قبل الفجر فلا صيام لا جمع الحديثين لأن ننكلم في موضوع واحد واحدة الأمر بالصيام من الليل والثانية أن من أفضر أن من لم يصم من الليل وإنما أنتنع من الأكل والشرب له أن يصوم النفل من النار الحديث يدل على أنه لا يجب إتمام صوم التطوع بل يجوز قطعه والإفطار إلا أنه يستحب الإتمام يستحب الإتمام لقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم يعني ما يحسن بالإنسان يدخل في صلاة ثم ينصرف عنها أو يدخل في صدقة ثم يأكلها أو كذا أو كذا من الأمور يحسن أن يتمها عبادة لله يحسن بالمسلم أن يتمها يدل على أنه لا يجب إتمام صوم التطوع بل يجوز قطعه والإفطار إلا أنه يستحب الإتمام قال في شرح الإقناع ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له الإتمام لأن تكميل العبادة هو المطلوب ولم يجب عليه إتمام لحديث عائشة ولكن يكره قطعه بلا عذر لما فيه من تفويت الأجر وإن أفسده فلا قضاء عليه وكذا لا تلزمه الصدقة ولا القراءة ولا الأذكار بالشروع فيها عند الأئمة الأربعة لا تلزمه الصدقة يعني لو أخذ ألف ريال قد أصدق وهذا بل حرم وزع منه 200-300-500 كذا وبعدين اشترى شيء ليبيه له 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 من هذا الألف ما الخالف ما في شيء مادم الألف صدقت تطوع أما إذا كان زكاة فلا يجود له أن يصرف منه شيء على نفسه ولا على أهله وإذا قطعه لا الصدقة ولا القراءة ولا الأذكار الشروع فيها عند الأئمة الأربعة لو نواه يقرأ به هذا الجلسة مثلاً جزء من القرآن فقرأ سبعتين ثلاث من كتاب الله ثم قام ما في حرج وهكذا وإذا قطع العبادة النافلة فهل يثاب على الجزء الذي قطعه فيه خلاف رجح الشيخ تقي الدين أنه يثاب على ما فعله عاشراً قوله إني صائم يحمل على الحقيقة الشرعية وهو الصيام الشرعي لأنه جاء بخطاب الشارع الصيام يطلق في اللغة على الإمساك الوقوف عن الحركة أو السكوت أو شيء من هذا كل هدو وسكون يقال له الصيام إني نذرت للرحمن صوما تقول مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما يعني سقوتاً ما أقول شيء وما هذا الولد الذي جبته بين يديه هذا شيء عظيم هذا ولد وشه ولد زناء قالت خلاص أنا ما أتكلم هو يتكلم إشارة إليه قالوا كيف نكلم هذا الولد تو مولود الحين توجيبته ونكلمه فتكلم عليه السلام والسلام قوله أمي عبد الله آتاني الكتاب واجعلين نبيه ولد تو مولود قبل شوي رضي الله عليه الصلاة والسلام إني نذرت للرحمن صوما قالت أنا ما أتكلم اسأله نسأل ولد تو مولود نسأله نقول اشجابك الله أكبر وشدها جبريل عليه السلام يقول إذا سألو اسقل إليه كذا وكذا من نذرت للرحمن الصوم يعني سكوتا يسكت الصوم السكوت عن الكلام السكوت عن الحركة الصوم الامتنع عن الأكل كل هذا يسمى صيام لغة الشارع يقول خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاد وأخرى تعلك اللجما والخير واجد عندنا في خير صائمة واجفة وفي خير تحت العجاد تقاتل وفي خير منتظرة تعلك اللجم وهكذا الصيام يطلق على معاني كثيرة لكن إذا تكلم به الشارع نعرف أنه الصيام مرادا بالامتنع عن الطعام والشراب بنية مخصوصة ويحسن أن نلاحظ أن الحقائق ثلاث لغوية وشرعية وعرفية لغوية لغوية في أصل لغة وذل ما قالت مريم عليه السلام إني أذرت للرحمن صوما يعني سقوطا هذه لغة شرعية صيام الامتنع عن الأكل والشرب الآخر وعرفية عرفية أهل البلد ويجرسون الصيام ويجرسون بالصيام يأتي كذا وكذا وكذا فلو فرضنا معنا من المعاني له لفظ لغوي ولفظ شرعي ولفظ عرفي فإذا جاء بلفظ أهل اللغة حملناه على معناه عندهم وإن جاء بلفظ الشرعي حملناه على المعنى الشرعي وإن جاء بلسان العامة حملناه على المعنى العرفي المتعارف علي عند أهل البلد وهذا التقسيم يفيد في الأوقاف والوصايا والوثائق والإقرارات والعقود ونحو ذلك هذا تعريف يفيد في الأوقاف إذا يوقف على ولده ولده يقصد الذكور والإنان يقول مثلا إذا كان الولد إذا كان المتكلم يعرف اللغة العربية ومعنى أنه على الولد الذكر والأنثى سوا وإذا كان شرعي الذكر وإذا كان مثلا يقصد الولد في مام الفرائض مثلا يقول لأولادي يا أولادي الورائض تطلق الولد على الذكر والأنثى والأنثى وفي الشرع الولد يشمل الذكر والأنثى واللغة يشمل الذكر والأنثى وقد يراد بالورد في اللغة العامية الذكور فقط دون الإنان لأن العرفي الولد يطلق على الذكر والبن تطلق على الأنثى حادي عشر على صائم النفل مراعاة المصلحة في إمضاء صومه أو فطره فإن حقق فطره مصلحة أفطر كما أفطر صلى الله عليه وسلم لما وجد من الأكل ما يعينه على طاعة الله تعالى وإن لم يوجد مصلحة فالأفضل إتمام صومه قال في شرح الإقناع وإن حضر المدعو إلى وليمة ونحوها وهو صائم صوما واجبا لم يفطر صائم صوما واجب لا يوجد له أن يفطر إذا كان صائم قضى رمضان أو نذر أو كبارة يمين فلا يجد له أن يفطر أما إذا صام صيام نفل فهو بالخيار ينظر وإن كان تطوعا فإن كان في ترك الأكل كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم وإن لم يكن في ترك ه الأكل كسر قلب الداعي كان إتمام الصوم أولى من الفطر قال الشيخ وهو أعدل الأقوال اختلاف العلماء هل يكفي لصوم شهر رمضان نية واحدة في أوله أو لا بد لكل صوم يوم من نية خاصة مستقلة فذهب المالكية إلى أنه يجزئ صوم شهر رمضان بنية واحدة تكون في أول الشهر وكذا في صيام متتابع مثل كفارة جماع في رمضان وكفارة قتل وظهار وما لم يقطعه بسفر أو مرض أو يكون على حالة يجوز له الفطر كحيض ونفاس ونحو ذلك فيلزمه استئناف النية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه جماعة منهم أبو الوفاء بن عقيل واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وهذا قد نوى جميع الشهر ورمضان بمنزلة عبادة واحدة وذهب الجمهور إلا أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها يحتاج إلى نية خاصة بها والفرق بين المذهب المالكي والحنبري والجمهور الجمهور يقولون لا عبد أن ينوي كل يوم من أيام رمضان أنه يصوم اليوم يوما من أيام رمضان مالك رحمه الله يقول إذا دخل رمضان ونوى الصيام غدا خلاص يكفي هذا ينوي السبب في الصيحين وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد أن النية بأولي تكفي ولجمهور يقولون ما يكفي ويظهر غائدة الخلاف بماذا الحين يقولها المعلق وذهب الجمهور إلى أن كل عبادة مستقلة بذاتها يحتاج إلى نية خاصة بها وتظهر النتيجة فيما لو نام مكلف في رمضان أو صيام كفارة وذلك قبل الغروب إلى ما بعد الصبح فعلى القول الأول يصح صومه وعلى الثاني لا يصح لأنه لم يبيت نية الصوم الواجب من الليل والقول الأول أرجح واضح بالفرق بينهما يعني عند مالك رحمه الله إذا واحد مثلاً نام بعد العصر لابل ما يفتر واستمر نومه إلى باتر الأضحى ما السيقظ للساء الثمان صباحاً هل يصح صومه اليوم الثاني هذا الإصامه نعم يصح عند مالك يقول لأنه نية الدخول رمضان والصيام تكفي لكل الشهر الجمهور رحمهم الله يقول الله ما يسوق له إذا نام بعد العصر ولم يستيقظ في الليل كله رعناه أنه ما نوى صيام باسر فصيامه يحتاج إلى نية ولا نواه يلزم أن يقضي هذا اليوم وإن أمسك واضح الفرق بينهم يقول المؤلم رحمه الله الشيخ عبد الله بالسلام والقول الأول أرجح أو المالك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع هو الذي تطمئنه إليه النفس لأنه إبن صوم نام غلبه النوم جاء متعب بعد العصر أنام ولا يستيقظ لمن بات الصبح الله عليها أن يصلي الصلوات لباتته لكن النوم هذا عذر ولا يحتاج إن ينوي أنه يصوم قدا لا لأن نية الأولى إنه سيصوم وتكفي واختلفوا هل تعين نية الصوم واجب أم يكفي نية الصوم المطلق فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب تعيين النية لما يصوم له من أداء رمضان أو قضائه ومن النذر والكفارة والتطوع فإن لم يعين النية لم يصح صومه لحديث إنما الأعمال بالنيات والنية شرعت لتمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض قال الشيخ تقي الدين وتحقيق المسألة أن النية تتبع العلم فإذا علم أن غدا من رمضان فلابد من التعيين وإن كان لا يعلم أن غدا من رمضان فلا يجب عليه التعيين يقول مثلا تعيين النية ما هذا الصيام الذي يصومه النية تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها من بعض مثلا واحد عليه قضى رمضان وآخر عليه يبي يصوم الست هو نفسه يبي يصوم الست ويوم آخر كان أصبح وهو شبعان في تخمة قطنه ما يحب أن يأكل امتنع من الأكل يقول هذا علاج يبي يعالي نفسه ما يأكل إلا مثلا بعد هذا التمع فيه عبادة واجبة وعبادة نفل وعادة يقول طيب لا هذا صاحب العادات هذه وماذا صيامك ذا؟ قال أنا صاحب أصر ولا لنبي يقول ما يصير ما يصير تصر ولا لنبي أن تعينه رمضان قل رمضان أن تعينه مثلا قضى رمضان واجب ونفل من صيام الست نفل هو عادة علشان تصحي وطنك مثلا من كثير الأكل هذا شيء آخر وهكذا فتمييز العبادة من العادة من الواجب من النفل بالنية ما يتميز واحد مثلا يتوضى قس الوجه ودعه ورجله وكذا وكذا تبرد فقسه يتبرد أول الأمر ثم إنه لما قسل ذراعيه إلى المربقين قال طيب شوزي عليه على الوضوء أكمل وضوء يخله مثلا وضوء قسل رجلي أول عادة وثاني عبادة هل تصح ما يصح ذراعيه لازم ينوي من أول بخلاف قول لمن يقول يجوز أنه كذا يقول ما يخالف مثل الواحد دخل المسجد لصلاة الفجر وجد الناس ينتظرون الإيمان وصلى ركعتين وقصوا النهارات راتمة الفجر ركعتين راتمة الفجر فلما صار في التحية يتخلص من الصلاة الركعتين إذا أخوياه هنا دون ويأفلان تعال مشينا مشينا قال خلاص يجخل الركعتين ذي الفريضة وارروح مع أخوياه هل يصح لا لأنه ما نويها فريضة نافلة فما يصح أن يقلبها إلى فريضة وذهب الحنفية إلى التفصيل فالصيام الثابت في الدمة كخضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق ونحو ذلك فهذا يشترط فيه تعيين النية والنوع الآخر وهو ما يتعلق بزمان بعينه وهو صوم رمضان أداء والنذر المعين زمانه والنفل المقيد ونحو ذلك فهذا لا يشترط تعيينه بالنية بل يكفي مطلق نية الصيام قال الشيخ تعين النية لشهر رمضان فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد أول أحدها أن لا يجزئه الصيام إلا أن ينوي رمضان وهو مذهب الشافعي الثاني يجزئه وهو مذهب أبي حنيفة الثالث يجزئه بنية مطلقة وتحقيق المسألة أن النية تتبع العلم فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين وإن كان لا يعلم فلا يجب التعيين الله أعلم صلى الله وسلم وعارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين فطال المؤلف رحمه الله على هذا الحديث وأدخل فيه مضوع النية والتعيين وإلى ذلك مع أنها لفظ الحديث ما يشمل هذا كله يقول السائل هل الحيثة الحيثة المعروف اليوم عند أهل المدينة هو الذي هو الذي ورد الحديث وماذا يسميه العامة ما ندل عن الحيثة عند أهل المدينة الحيثة هذه الحيث التمر مع الزبت أو السمم أو الزيت هذا الحيث إنسان أحلى المدينة يسوونه ولا غيره هكذا كل واحد يقول هل دعاء بداية الطواف يقال في بداية كل شوط أم فقط في بداية الشوط الأول دعاء يدعو المسلم مع حبة من خير الدنيا والآخرة في كل شوط أو يسكوت يقول السائل ما حكم رفع الأيدي في صلاة الجنازة مستحب ذلك ولا يلزم يعني أن يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرة الجنازة هذا مستحب وليس بواجب يقول السائل جئت معتمرا بالطائرة وأهللت بالعمرة من الطائرة وأتممتها فهل يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى ثانية وثالثة لوالدي ووالدتي من التنعيم لا يا أخي ما يحسن هذا لا تكرر العمرة وإنما أكثر من العمل الصالح في مكة في الطواب وقراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك من العمال الصالحة ولا تكرر العمرة إلا إن سافرت من مكة إلى مكان آخر ورغبت بالعودة إلى مكة فأد إليها بعمرة عن نفسك وعن من شئت يقول السائل اشترى رجل قطعة أرض من رجل آخر وبعد أن اشتراها وجد أن الرجل الذي باع له القطعة أدباعها لرجل آخر فما الحكم علما بأن الرجل الذي اشترى قام بالبناء هؤلاء يرجعون للقاضي ليسمع من الطرف ثلاثا يقول معلم للقرآن يترك الطلاب في الفصل فوق المسجد أثناء الصلاة ويصلون مع الإمام وهم منفصلون ولا يسمعون إلا الصوت حيث يقول إنهم يعملون الإزعاج للمصلين فما الحكم صلاتهم صحيحة ما دامت داخل المسجد لو لم يروا الإمام ولا منوخ يقول السائل هل يصح الإحرام قبل الميقات في الطائرة خشية فوات بعدم إخبار قائد الطائرة لا بأس بل يحسن هذا إذا خشي أن يتجاوز الميقات يحسن أن ينوي العقدا بكل النسو قبل أن يصل إلى الميقات لأن الميقات تقطع السيارة بسرعة هذا وعبد الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين وإن يجعلنا جميعا من الهدات المهتدين إنه صميع مجيب صلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله منينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين